إخواني أخواتي السلام عليكم أيثما ذي اسماء الزوالغيفون إخواني اليوم سنحكي قصة عن قرية مغربية ألا وهي قرية حدران أسادا السيول فوسون حدران قرية حدران هي واحدة من القرى الريفية التي تتمتع بتنوع ثقافي وتاريخي وطبيعي مما يميزها عن غيرها من المناطق المجاورة يعرف أهل حدران بعاداتهم وتقاليدهم الأصيلة حيث يعتمد اقتصاد حدران بشكل كبير على الزراعة يزرع السكان محاصيل مثل الحبوب كالقمح والشعير إضافة إلى زراعة الخضروات وأشجار الزيتون وتربية الماشية هي أيضا نشاط شائع حيث تربى الأغنام والأبقار والدواجن لتلبية احتياجات السكان من اللحوم والحليب وأحيانا تباع في السوق لتوفير مصدر دخل إضافي للعائلات يتم استخدام الطرق الزراعية التقليدية في الزراع ويعتبر التعاون بين السكان سما بارزة في المجتمع حيث يتعاونون في الحقول ومواسم الحساد أسون حدران لي توسنس كوهوا سأدلسان نس ذو مزراين نس ذو أغاران نس لي توسنس أميناو ان تم يورين ان أزايكو ان وهوا ان تفا مدن سغنين قه حدران لتقين ذخرزان يرذن تمزين تسغارن الزيتون السغمان خول أشتال نولي ذئ إزغارن التقين إجيض التنسنزان قيجو قدزن سن امتينين قدزن أسيمواس السوق الأسبوعي في حدران والمعروف باسم سوق الجمعة وهو مركز الحياة الاجتماعية والتجارية في القرية تحيط بقرية حدران مناظر طبيعية جميلة تجعلها وجه جذابة لمحب الطبيعة تتميز القرية بتلالها وأراضيها الزراعي الخضراء التي توفر أجواء هادئة ومريحة للزوار لتوسن وسون حدران سوان سيوان غوذانين يزغزاون زق ثميزار ذيقران زق العواري خلشي لغازغزا مغرميت وعاذن مدن لسكان شان تسقول إغوذان نهني ذيث وخامن سن كما نجد فيها عدة بحيرات فهناك بحيرات أيت عياش وأيت عفي وأيت عدي وضاية الرومي اليوم رغم التغيرات التي شهدتها المنطقة لا يزال بيت القائد حدو يعتبر رمزا من رموز قرية جمعة حدران وتذكره الأجيال الحالية كجزء من التراث المحل العريق ولا ننسى ملاعب القرب في جمعة حدران تعد أيضا مكان للتواصل الاجتماعي فالمدارس فيها توفر للشباب فرصة لبناء مستقبلهم وتنمية قدراتهم إخواني أخواتي عثماذي اسماء أستودعكم الله أختكم ملوك موسيقى